السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعين ومتابعين قناة عشاء الهند ميد. النهاردة ان شاء الله زي ما احنا شايفين كده في الفيديو طريقة شغل وردة بالتطريز اليدوي على القماش. اه اولا انت هترسمي الاول الخمس شرط زي ما هي موجودة في الفيديو كده بالرصاص. وتعملي دايرة في النص ما بينه. تمام? هتعدي بالخيط على الخمس شرط دول. اه وبعد كده هتبتدي تدخلي اه تعدي الخيط من تحت تحت وق تحت خيط اه هتعدي بالخيط نفسه. عشان تعملي الدايرة بتاعت الوردة. هتعديها من تحت واحدة واحدة لأ. تحت واحدة واحدة لأ. وتفضلي تشغال داير ميدور لغاية لما توصلي لحجم الوردة اللي انت عايزاها. تمام? اه هو تقريبا كده هو واضح مش محتاج اه مش محتاج يعني وتطريز اليدوي من حاجات الجميلة جدا. اللي شيك اوي وفخم في في الادوات دي طبعا تنفع لمفرش صفرة او مفرش سرير. اه تمام? اه بتبتدي بقى بعد ما تخلصي الوردة توصلي للسمكة اللي انت عايزا بتبتدي تعملي البتلات. البتلات دي بتعمليها ازاي? بتجيبي الابرة. بعد طبعا بتغرزيها في الخيط بتغرزيها في القماش وتشغليها فيه. هتلف في الخيط حوالين الابرة. وبعد كده تدخلي بالابرة في القماش نفسه. هتبص تلاقي عملك الشكل ده. هي طبعا نزيزة وسهلة ومش محتاجة مش محتاجة مجهود منك. اه اتمنى ان يكون الفيديو فاد واستفدتي منه فعلا. اه يا ريت كل اللي بيتابع يا جماعة. اللايك والشير مهم جدا بالنسبة لنا وعشان استمرارنا في القناة. وازا عجبكم المحتوى المراضي منتظر الكومنت بتاعكم. باي باي.